شهدت مدينة العين السخنة مراسم تسليم أول حفار بترولي مصري الصنع بنسبة 100% ويأتي تصنيع الحفار ضمن خطة طموحة للدولة لتوطين صناعة الحفارات في مصر وتوفير مستلزمات إنتاج صناعة البترول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا وأوضح وزير البترول أن بدء تصنيع الحفارات محلياً هو خطوة جديدة ومهمة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الأمثل لإمكانياته والإصراع بخطته لحفر الأبار لزيادة إنتاج الموارد البترولية والغازية خاصة في ذلك توقيت الذي يتنمى فيه الإقبال على الحفارات نتيجة لتزايد النشاط البترولي مع ارتفاع أسعار البترول عالمياً النهاردة كمان مش جاهزنا وخلصنا لعقود فهو رايح على الصحراء الغربي على طول على شركة خلدة علشان تبدأ على طول تشتغل به الحقيقة أن هذا الجهاز اتعمل بشراكة مع الجانب الصيني بنسبة الشركة معهم 50% 50% وتم تصنيعه في مصر 100% والحمد لله أنه هو شارك فيه أبناء محافظة السويس وغيرهم من أبناء مصر في اكتساب هذه الخبرات لتصنيع مثل هذه الأجهزة لأن طبعاً يعني ما بيتصنعش جهاز كل يوم وبالتالي بتبقى فرصة كويسة لاكتساب الخبرات اللي حاصل بقى أن احنا بناء على ذلك تم التعاقد ما بين الشركة وما بين شركات الحفر المصرية وقطاع البترول على عدد من 4 إلى 7 أجهزة حفر كمان سيتم تصنيحهم فوراً اعتباراً من دلوقتي إن شاء الله